ترجمة نانسي قنقر عزيزي الجملة بالكتاب تقول بهالشهر ليس صعبا أن تبدأ اللعبة الصعب هو أن تنهيها تدفعك الأحداث هالشهر على التقاط الفرص لما تتوفر لك وبدون تضيع للوقت وجودك وليك بكتير بمرج الدلو بتشدك إلى الورق لتسوية ما تركته عالقا أو لمعالجة بعض الفغرات يلي ما انتبهت لها والتهيت عنها بمشاريعك وأهدافك الأحلام بتاختك بعيد بتكون مخيلتك غريزة غزيرة بالأفكار والانطباعات والأحلام الغريبة خاصة بين 6 و23 كأنك عم بتوص بعالم آخر في شي ما بتشوفه أو بتلمسه كأنه أحلامك وهواجسك كتيري ومخيلتك بتلعب دور كبير بخياراتك بيتدخل الماضي حتى بخياراتك حاليا بس الأجواء العامة جيدة وإيجابية مارس وفينيوس بيلتقوا بالجدي إلى تاريخ 13 بيجعلوك تتصرف بطريقة عملية ويمكن بيجعلوك تنصرف إلى بعض المواضيع بثقة وعزم وحسن تجرؤ على قول ما كنت متحفز إزيقه تجرؤ على برهان كافيتك وبتحرص على إعطاء صورة جيدة عنك لبعض المسؤولين أو الرؤساء بتكون إطلالاتك مهمة أداءك ممتاز بتساهم بتعزيز أمر مادي لمؤسسة بتشتغل معه وتتقدم خطأ إلى الأمام دون التلهي ببعض التفاهات يلي بيحاولوا آخرين يزجوك فيها الكواكب يلي بتنتقل إلى برج الدلو بالنصف الثاني من الشهر ومع بلوتون هاي دي طوالع فلاكية بتشعرك بمراوحة المكان أو بالفراغ أحيانا أو بتولد بعض الالتباس وسوق التفاهم مع محيط بيحاول مسائلتك أو استدراجك للكشف عن بعض الأسرار تدخل الشمس برجك بتاريخ عشرين فبيزداد نشاطك تتحسن صحبك إذا عنايت من بعض التعب والوعكات وربما بتلاقي الحلول ليه ما شاكلك هيدا على الصعيد المهني ماذا عن الصعيد العاطفي بفيديو آخر موسيقى